أستاذ سمر من منصورة تتفضل أيوة السلام عليكم عليكم السلام ونحط الله بركاته يا بركاته يا شايف النعم نعم وفضل الحمد لله أنا حضرتك بكلمك بخصوص جوزي وكذا تفضلي اسألي يا فأنت حضرتك أنا كنت متجوزة واحد بس هو حالين كان متجوز قبل مني ثلاث مرات يعني هو حرف عليكي ثلاث مرات كان متجوز قبل مني ثلاث مرات وكذا وضعها الرابعة حالين فأنا مش مركاحة معه وكذا ما أحملنا على طول عن نيبته وبره ولا أتكن مراته وما بصرفش علي وما بيهتمل شي طيب يبقى حضرتك دلوقتي هو الأربع زوجات معاه ولا لأ لا حضرتك هو تفض منهم ما عادوش حاليا معي أنا حاليا اللي مع حضرتك دلوقتي طيب يبقى أنت حضرتك بتسألي تعملي إيه معاه ولا بتسألي ولا بتطلب مني أن أنا أكلمه لا حضرتك أنت توجهني أعمل إيه لأنه أحملني خالص وما بعض معيه على طول بره وما جاء كلمه وما بيسمع ليش خالص أنا أقول لحضرتك ثلاث حاجات أول حاجة أن الحال ده ما ينفعش أن أنت تفوتيه كده لأن واضح أن زوج حضرتك عنده يعني زوج حضرتك متعود أنه يتزوج وكأن الستات عندهم عنده ليهم كباستي يعني ليهم مساحة ليهم قدر وفي ساعة ما بتنتهي الواحدة خلاص بينتهي منها فإيه اللي حاصل ففي الأحوال اللي زي دي عندما يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق فلابد أن الزوجة تقف معا وقفة حاسمة تقوله تعالى لو سمح أنت حضرتك زوجي والجلسات دي يفضل فيها أن يكون فيها الحكماء بتاع الأسرتين مش الفتوات بتاع الأسرتين لأن المفروض أن احنا نبعث حاجة من من أهلي وحاجة من من أهلي إيه يريد إصلاحه يوفق الله وبينه إيه بقى اللي حاصل نجيب حكماء وقلاء مش نجيب ناس يشعلين لهم الدنيا وإنت لو ما رجعتش لبنتين احنا عنا يعملون نسوي لا 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 عايزين حكماء فأول خطوة نعمل جلسة معا فيها حكماء الأسرتين ونتكلم معا أنت بتعمل كده ليه أنت دلوقتي هتستمر في الحياة الزوجية كده ولا لا أنت اللي بتعمله ده هيدايع بيتك وهيدايع أولادك وانت لابد أن أنت تلتزم بده ويكون في الناس الموجودين ده شخص بيستطيع نواء التأثير عليه دي حاجة مهمة لازم نعملها فالجلسة دي جلسة مهمة جدا لازم نعملها الأمر الثاني أنا قلت الحاجة كانت أعملي ثلاث حاجات الأمر الثاني لازم تدعيه في كل سجود عشان ربنا سبحانه وتعالى يصل لهم وربنا سبحانه وتعالى معانا في هذه الحياة الزوجية تالت حاجة أنت لازم تغير بلنامج حياتك لازم عندك مصدر تستطيع أن أنت تعتمد عليه في حياتك لأن طول ما أنت حطى أن حياتك كلها هو وهو مشغول عنك هتمر حياتك وانت بتكعبلي وبتتعبي وحياتك بتفلت منك وأولادك بيضيعوا منك يبقى الحل هو إيه؟ أن أنت تحاولي تكرسي وتثبتي وتؤكدي ذاتك تؤكدي ذاتك يعني إيه؟ تعملي ما به تحافظي على أولادك يبقى الثلاث أشياء دولة أنت لازم تعمليهم بشكل واضح أنا ما عنديش غضاضة أن أقولي الكلام ده بشكل واضح ليه؟ لأن إحنا عندنا بيوت بتتهدم وناس لأن هم بياخدوش النصيحة الصحيحة في الوقت المناسب ناس بتضيع هم وأولاده فيبقى الحل هو إيه؟ ببساطة خالص لازم تغيري منعك حياتك حتى لو هتحاول لتعملي أي عمل في المنزل ودلوقتي خلاص التجارة أولاين بقت كتيرة يبقى إيه اللي حاصل؟ حتى لو هتعملي عمل في المنزل تجي بيه دخل بيه ليك وأولادك الأمر ده في غاية الأهمية يبقى الثلاث حاجات دولة هو زوجك لو علم أن أنت بتغيري من منعك حياتك وبأسلوب حياتك هيبص ممكن يغير نظرته ليك جدا جدا يعني هو يحس أن أنت مختلفة يحس أن أنت مش أنت الشخص اللي هو لما يرميه هيفضل وراء ويفضل لا يبقى إحنا نعمل الثلاث إجراءات دولة نعمل الجلسة اللي فيها الحكماء بتاع الأسرتين ندعي له في كل سجدة من سجدات الصلاة آخر حاجة نغير برنامج حياتنا ونحاول نجد مصدر من مصادر الرزق لبيتنا